غلس في لعبه غتت في الضغط على السردبكات بيغلطهم بيدرب يعني لعيب براس حربة بس تضريب يعني ما بيخافش من الالتحام وبيعرف يجيب جون بيمينه وبشماله وبدماغه فمساء مشي فرق احمد رقوف راجع راجع مع جيل احمد رقوف عايز لعيبة لعيبة مهارية وحريفة اوي يوصلوه ميت مرة لجون عشان يعرف يجيب جونه اتنين وثلاثة انا هو هو قناص لكن الكرة ما بتجيش كتير احمد شكري لعيب مهم لعيب حريف بس انتاجه مش في قيمة الموهبة يعني يعدي واحد اتنين تلاتة لكن قنته التهديفية مش موجودة قنته في صناعة الاهداف برضو مش موجودة اوي اللي لسه فيه الرمأ وشمينه ساد معوض قنته موجودة لسه ساد معوض ده كلفت تقيل بيعرف يضغط امتى يعدي امتى يباصي امتى يشوت امتى يرفع امتى يبصيها يبص قبل ما يرفع بيصنع الفرق رامي ربيعة جماعة واحد اتنين تلاتة اربعة محت رامي لكل مدربين مصر رامي ربيعة علامي علامي في السيرتباك رامي ربيعة قيمته في السيرتباك تلعبوا بكرايت تلعبوا في نص الملعب هيقدي بس قيمته زي ما شوفناه في مطش غانة رامي ربيعة زي ما شوفناه في مطش غانة اما بيلعب في الحتة دي قوي وجامد وحافظها اما بيروح حتة تانية بيقل تعالوا روح لحد بقى ولا احلى ولا اروع ولا اجمل ولا اقوى احمد فتحي احمد فتحي غيابه كأنك شلت قلب الفرقة قلب الفرقة شلته بالضبط من نادي الاهلي النادي الاهلي محتاج غربلة اه محتاج غربلة هل في النادي الاهلي لعيبة لا تستحق انها تلبس تيشيرت الاحمر اه في لعيبة لا تستحق يعني بدون ذكرى اسماء في لعيبة كده لو راحوا التليفونات يعني هو لعيب في الاهلي بس لو راح التليفونات عادي لعيب كويس بش اصنع الفرقة يعني لعيب كويس لو راح سموحة هتلاقي العيب بيقدي زمان العيب اللي بيكون في الأهلي وهو بيبطل بيروح نادي تاني بيبقى علامي وشوفنا ده كتير في حتة كتير العيبة تقال كانوا بيختموا حياتهم بيروحوا أندية كبيرة برضو بعيد عن نادي الأهلي كان بيصنعوا الفارق يا جماعة الشكل النادي الأهلي للأسف بقى صعب أنه يكسب مش قادر يكسب مع فرق عادية فرق ما بتكسبش فرق بتتعادل كتير النهاردة التعادل السادس وعايز أقول لكم إحصائية لذيذة جدا النهاردة المطش الواحد وعشرين لمحمد فاروق مع النادي الأهلي لم يخسر النادي الأهلي في واحد وعشرين مباراة مع الكابتن محمد فاروق الحكم معظمة عدلات وفوز للنادي الأهلي المباراة الوحيدة اللي خسرها نادي الأهلي مع محمد فاروق كانت في كأس مصر أمام أمبي دي إحصائية من إحصائيات تامر بدوي اللي بيجيبهن فحتى محمد يوسف وأحمد أيوب وعلي ماهر جهاز فني جديد جهاز فني لهم مستقبل عندهم مستقبل بس جهاز فني محتاج يعني جهاز الفني محتاج للعيبة يعني لو الجهاز الفني لسه بيكتسب خبرات فبالتالي الجهاز الفني بيكتسب خبرات بيعايز عنده أسلحة تقيلة تقدر تنفس فكره أو بعض الخبرات في الملعب عشان تقول للعيبة الشباب لكن كمان هما جداد تدريبيا يمكن دي تاني سنة لمحمد يوسف في تاني سنة لمحمد يوسف كمدير فني ولا أول سنة جماعة أول سنة تعتبر لمحمد يوسف مدير فني لعلي ماهر أول سنة ليه في الفريق الأول مسك مع كابتن حلم طولان قبل كده مساعد قبل كده كابتن أيوب برضو مسك مساعد لكن أول مرة في فريق في قيمة النادي الأهلي اللي هو كل مطش بينزل لازم يكسب كل مطش بينزل لازم يحرز التلات نقاط كل مطش بينزل لازم يعمل حاجة عشان يصل للبطولة طيب بعد كل الحاجات اللي وحشة دي اللي في النادي الأهلي النادي الأهلي متصدر النادي الأهلي عنده 16 نقطة يعني نعمل ما قولينا هلعب يوم الخميس لو كسب هو يتصدر لكن بعد كل ده النادي الأهلي مش واقع النادي الأهلي مش السادس ما قولينا هلعب بكرة سوريا النادي الأهلي مش السادس النادي الأهلي مش السابع النادي الأهلي متصدر مجموعته النادي الأهلي قادر أنه يصل للمرحلة النهائية ولكن الواضح جدا انه هو عايز ست سبع لعيب نروح كمان يا جماعة انا كنت بقولكم على احمد خيري وصبر رحيلي نروح لموسى ايدان موسى ايدان انا شفته النهاردة احترامي لكابتن محمد يوسف موسى ايدان نادي الاهلي يعني موسى ايدان نفس طريقة احمد شكري يعني لعيب اشوال بيرقص يباصي انا شفت ان اللاعب البلجيكي الكنغولي اللي نزل في الاتحاد في الخمس ده كان اكثر تأثيرا منه وبدليل ان الكابتن محمد يوسف اللي جابه مش مقتنع به ان في ظل هذه الغيابات الكثيرة جدا عن النادي الاهلي من كان في ست سبعة مع اثنين تلاتة اربعة تزلوا مع ناس راحوا اعارة مع ناس مش جاهزة ما بيلعبش وبينزل اخر عشر دقايق يبقى فيه عدم اقتناع لان اللاعيب الاجنبي اللاعيب اللي بيجي في ظل الغيابات دي لازم يبقى موجود لازم يلعب انا بديله فلوس بديله احتراف طب بمعنى اثق معلش محترامي النادي الاهلي دومينيك احسن ومفيد اكتر للاهلي اللي مشوه ولا موسى ايدان انا احسن على اقل ده تعود على اللاعب والدور المصري سريع معرفش ايه كذا لكن موسى ايدان شايفه اه لعيب حريف اه لعيب يعني كويس اشواله بتاعه لكن هل هو اضافة لنادي الاهلي هل الحتة دي نادي الاهلي محتاجة نادي الاهلي وموسى ايدان درس حربة جماعة انا عارف ان موسى ان النادي الاهلي محتاج راس حربة محتاج رأس حربة محتاج باك رايت يعني النادي الاهلي محتاج سيرت باك محتاج تلاتة راس حربة مش كمان واحد راس حربة تلاتة راس حربة فيش حد في النادي الاهلي حمد رقوف سيد حمدي اه عمر جمال لسه طالع و المستوى متزبزب و المستوى مش مستقر ده وجهة نظري عن النادي الاهلي و هنشوف بعض اشتركوا في القناة